السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد من قناة وصفات أم هيتم اقتراحي اليوم وعجينا أكثر من رائعة عجينا متعددة الاستعمالات لجميع المخبوزات والفطائر اللي كنحتاجوها عادة اقترحتها عليكم اليوم إن شاء الله أربعة الأشكال مختلفة لكورني لبات بيتزا كيف كتشوفوا معيه كيجي بزوينين بزاف كذلك الميني بطبوت كيجي زوين ناجح بزاف بزاف كيجي من فوق كيجي مفش بش كيجي مفروق كيف كتلاحظوا معيه ومسفج من الداخل أكثر من رائع وكذلك خبز سوندويتش أو خبز البرجر خفيف كذلك مسفج من الداخل وأكثر من رائع نتمنى الاقتراح دي اليوم كيف دي ماينا الإعجاب ديلكم ما نطولش عليكم وندزوا مباشرة للمقادير وكذلك كيفية التحضير بالنسبة للعجين إن شاء الله غادي نحتاج فيه هنا كيلو ورب من دقيق الأبيض دائما كاستخدم نوعية ممتازة خاصة بالحلويات ما يعادل 12 كاس من كيسان العنبا زائد ربع كيلو ديال 12 أو 250 جرام ديال دقيق القمح أو لا سبيسيال ما يعادل كأسان غادي نضيف إلى هاتشي ده كم ملعقة كبيرة دي المحلي كتقى على حسب الضوء ملعقتان السكر وملعقة كبيرة من الخميرة حبيبات أو لخميرة الخبز نمزج الكل جيدا كيف كتشوفوا وغادي نضيف عليهم هنا كأس إلى ربع أو لـ 120 ملتر ديال الزيت النباتية يعني ما يعادل ربع كأس لكل نصف كيلو ديال الدقيق نمزج الكل جيدا كيف شتوا معايا وغادي نضيف عليهم هنا نصف لتر ديال الحليب اللي هو دافي أو ما يعادل ثلاثة كؤوس من كيسان العنبا وغادي نضيف عليهم كذلك الماء اللي هو دافي بالتدريج أنا ضفت هنا في الأول كأسان ديال ما اللي هو دافي ومن بعد غادي نبدأ نجمع العجين ديالي ونلمها جيدا ونحاول ندلكها دقيقة حتى لدقيقتين يعني ما غاديش تاخد منكم مجهور اللي هو كتير فقط لموها ودلكوها بالحيث أن جميع المكونات نسجم مع بعضياته وتعطيكم في الأخير عجينة اللي غادي تكون رطبة وما كاتل تسقش في اليدين هنا كيف كتشوفوا معايا ما زالك نضيف الماء بالتدريج سوف يوغادي نبدأ نلم العجين ديالي كيف كتلكم ونحاول ندلكو غير واحد شوية يعني حتى نسجمو المكونات مع بعضياتهم تعطينا عجينة اللي هي رطبة كيف كتلحتو ما كتل تسقش في اليدين بالنسبة للكمية اللي حتاجت فهي كأسان ونسب من كسان العنباء وما يعادل 400 ميلي ديال ما زائد نصف لتر ديال الحليب غادي نهليها الوجها ديالها بالزيت ونغطيها بالبلاستيك ونخليها مدة تقريبا إلى 15 دقيقة فقط ماشي تخمر سيد ضعف الحجم ديالها فقط يرتاح تطلع فيها الخميرة غير بهذا الشكل كيف كتشوفو يعني ما تخمرش مزيان مزيان باش ما تعدبكمش من بعد في الخدمة هنا هدي نحاول هنا نقسمها الربعات ديال الكورات كيف كتشوفو وغادي نبدأ ان شاء الله مباشرة نخدم بها كيف كتلكم ما تخليوا هاش تخمر بزيان باش ما تعدبكمش في الخدمة نخد هنا أول كرة من العجين وغادي نستعن هنا بالدقيق الأبيض وغادي نحاول نبسطها بسمك هنا اللي غادي يكون غليد يعني هنا الخبز ديال الصوندويش أو الخبز البورجر اللي غادي ندير فغادي نبسطها بسمك اللي غادي يكون عريض دائما قبل ما نبدأ نقطع نتأكد أن العجين ما لا صقش لياه في سطح العمل خديت هنا الدائرة يعني من هاد سيري هذا ديال الدوائر خديت أنا السيري أولى الدائرة اللي هي كبيرة فيهم طبيعة الحال حجم كيرجع لكم أنا دارت اليوم أحجام لي هي كبيرة والأحجام كيرجع لكم فيها الإختيار كنقطعهم وكنخليهم يخمروا يعني كنبدأ بالفطائر أو للمخبوزات اللي غادي تحتاج مني أنها وقت باش تخمر بالنسبة للعجين اللي كيتبقى دائما نجمع وكنخليه يرتاح تغدي نختم به في الآخر بالنسبة للشكل الثاني اللي غادي ندير ديال الفطائر فغادي ندير اللي كورني كنطلق العجين بشكل اللي هو طولي وكنحاول نقطع الشريطة تقريبا السمك ديالها سنتيم بهات الشكل كيف كتشوفو ومن بعد غادي ناخد هنا هاد القوالب ديال اللي كورني وغادي نحاول نلف عليهم العجين بهات الشكل هدا يعني كنحاول ندير الشريط طرف يعني كنحاول قطعة فوق قطعة ما كنخليمش من بعدين بالعكس كنخليهم مقاربين باش ما كنفصلوش ليه في الفرن إلا ما توفرش عندكم القوالب ديال اللي كورني فماشي ضروري كتاخدوا ورق الألمينيوم بهات الشكل هدا وكتحاولوا تشكلوه على شكل كورني وكتلفوا عليه العجين بشكل اللي هو عادي وغادي نخليهم يخمروا كيف قلت لكم كنسبق هنا الفطائر او المخبوزات اللي غادي تحتاج وقت انها باش تخمر هي الاولى كنخدمها هنا باش نكونوا واضحين فبالنسبة الخبز البرجر وكذلك الميني بطبوت حولوا ما امكن نخدموهم بالعجينة اللي ما تكونش معاودة بالنسبة الهاد اللي كورني وكذلك البط بيتزا فمشي مشكل كنخدمها انا بالعجينة اللي هي معاودة بالنسبة الميني بطبوت باش ينجح معكم ضروري انكم ما تخدموش بالعجينة المعاودة وكذلك بالنسبة الخبز الساندويش هنا غادي ناخد الشكل الثالث كذلك ميني بطبوت كيف قلت لكم وكان نخدم به من الافضل العجينة اللي تكون طرية ما تكونش معاودة باش يبغيت نفخ معكم ويعطيكم نتيجة اللي هي زوينة نقطعو هنا شكل دوائر بصمك اللي هو متوسط وكانخليه يخمر فهدل اثناء هادي الخبز دي الساندويش راه خمر معانا كيف كانت شوفو والضاعف الحجم ديالو خديت حبة تبيض كاملة مع قاطرات ديال الخل ودهنت لهم الوجه ديالهم قدرشهم هنا بشوية ديال الزنجلان وندخلهم فران اللي مسخن من قبل النار غادي تكون مبيلة المتوسطة والمهيلة من الاسفل حتى كيثبو من بعد كنحمرهم من الوجه ديالهم كذلك بالنسبة اللي كورني تهما كيخمرو معايا كندهل لهم الوجه ديالهم كذلك بحبة تبيض كاملة ونزينهم بالزنجلان اولى اللي توفر عندكم وكنطيبهم فرن اللي هو سخون النار كتكون مبيلة المتوسطة والمهيلة حتى كيتحمرو كياخدو لون اللي هو دهبي من بعد فأنا غادي نرجع هنا للعجينة اللي كتبقى ليه فأنا كنجمعها كاملة وكنخليها كترتح هي اللي كنخدم بيها كيف كنت لكم البط بيتزا وكذلك اللي كورني أما بالنسبة للبطبط والخفصون ويش كنعاود نأكد ما تخدموهمش بالعجينة اللي هي معاودة أو للعجينة اللي كتبقها كنقطع دائما بنفس السيركل اللي هو الكبير وغادي نوضعهم فلاطة نخليهم كيرتحهم مدت دي الخمسة حتى العشرة دقائق بما كيطبوا معايير فطائر الأخرى في الفرن ومن بعد كنتقبهم هكا بفورشيت وعاد كندخلهم للفرن كيطبوا يعني ما كندخلهمش مباشرة كنخليهم يرتحوا شوية باش كيجيوني مفشفشين وكيجيوني رطبين سفي غادي نتقبهم ندخلهم كذلك الفرن ورجعوا إن شاء الله باش غادي نطيبوا البطبوت اللي كيكون كذلك اختامر معنا بالميني بطبوت فمن بعد ما كيخمروه كنوضعهم مباشرة في ميقلات اللي ضروري خاصة تكون سخونة مزيان مزيان وهندو ما كيف كتشوفوا معايا غير كيتماسكوا وكنقلبهم مباشرة بالنسبة للميني بطبوت دائما كنخليهم غير كيتماسكوا وكامقوا نقلبو فيهم كل ساعة هكا كنقلبوهم على كيلة الجهتين باش كيتنفخو وكيتفرقو وكيعطيونا نتيجة اللي يزوينا بالنسبة لهذا الوصفة هاديرها ناجحة جدا جدا انتو ما لاحظوا كيفاش كيعطيوا واحد النتيجة اللي يزوينا ممكن تعتمدوها في البطبوت الكبير اللي كنديرو عادة لاحظوا كيفاش كيتنفخو وكيتفرقو كيجوا مسفجين من الداخل زوينين بزف بزف بالنسبة الفطائر كاملين سواء البطبوت سواء يعني اللي كورني مباشرة فاش كنخرجوهم من الفرن اولا كنطيبوهم كنغطيوهم بتوب اللي هو نضيف كنخلي الصهد دي لهم كيرجع ليهم باش كيبقاو لي يرطبين عفوا وكيعطيوني النتيجة اللي هي زوينة ثم لاحظوا معايا كيفاش كيجوا زوينين بزف بزف مباشرة غير كنطيبهم كنغطيهم بتوب وغادي نخليهم حتى يدفعوا من بعد تشوفوهم معايا بالنسبة اللي كورني كذلك مباشرة بعد ما كنخرجهم الفرن هنرى باقين سخاني كنحيد ليهم هاد القواليب ديرهم ركي تحيدوا بكل سهولة كذلك اللي درنا بورق الأليمين وحتى وركي تحيد بكل سهولة من العجين كنغطيهم كنخليهم حتى يبردوا وتشوفوهم معايا بتقديم كذلك الشكل النهائي كان هذا هو الشكل النهائي دي المخبوزات اللي سايت معاكم اليوم او لأنواع الفطائر اللي سايت معاكم اليوم بعجينة واحدة ربعة دي الأشكال مختلفة اللي كتعطي نتيجة زوينة 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 بزف بالنسبة لهذا الكورني اللي سايت معاكم انتم كيف تشوفوه من بعد ما كيطيبوا فأنا كنحيدهم هاد القليمول بكل سهولة وانتم لاحظوا فهذا العجينة هادي كتجي رطباء بزفزف ان شاء الله نشارك معاكم هاد الكورني هادو بحوشوات ليهما مختلفين كذلك الميني فيتزا لاحظوا معايا كيفاش كيجوه فأنا كنخليهم كيخمروا غير واحد شوية باش كيعطيوني هاد النتيجة هادي لاحظوا كيباش كيجيو ولا أرواع كيجيو ورطبين وكيجيو زوينة بزف نقسمهم معاكم ماشي مشكي باش شوفو الشكل دي لهم من الداخل ولا أرواع نحاول نقرب لكم كيجيو اسفنجين رطبين بزف زوينين كذلك نشارك معاكم ان شاء الله حوشوات وسبق لي وشاركت معاكم حوشوات مختلفة الميني في القناة وبالنسبة للميني بطبوط تهوة كيف كتلاحظوا معايا وغير كان كيصو كيتفرق بوحدو شوفو من الداخل كيباش كيجينا غدي نفتح لكم باش شوفو من الداخل كيباش كيجي مسفج وكيجي زوين بزف زف خاوي زوين نتمنى فعلا انكم جربو جربو بهاد العجينة هادي سواء غير بوحدو ولا يعني تشكيلة كاملة كيعطي نتيجة زوينة بزف وبالنسبة للخبز ديال الصندويش هانتو ما لاحظوا معايا كيفاش كيجي كيجي رطب كيجي رطب بزاف بزاف وخفيف نقسمو معاكم باش شوفو الشكل ديالو والقوام ديالو كذلك من الداخل انتو ما لاحظوا معايا ولا ارواع مسفج رطب وزوين بزاف من الاقتراحات دياليون كيبديمة ينالوا الاعجاب ديالكم بالنسبة للتخزين كتسولوني بزاف على التخزين في المجمد واش ممكن نحتفظوا بهم في المجمد طبعا ممكن اقدرهم البلاستيك الخاص بالمجمد تدخلوهم المجمد بشكل عادي لوقيت اللي كتبغيهم فانتو ما كتخرجوهم كتديروا الحشوة اللي بغيتوصى وانت تسخنوهم ولا تخليوهم ككبار ديال كيرجع لكم الاختيار في هاد المسألة هادين تمنى اقتراح دياليون كيف ديمينا الاعجاب ديالكم الى عجبتكم الوصفة ما تنسوش تخليوا لايك تبرتجوها مع احبابكم صحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي ولكنتم الناس لأول مرة كي يشاهدوا القناة واجبكم المحتوى فكندعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على زل الاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب موجود اسفل الفيديو وفعلوا دائما جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات بهذا كان يكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة فبالنسبة لطريقة الاحتفاظ ضروري نشاركها معكم كان نوضعهم في البلاستيك الخاص بالمجمد الميني بطبوت والبط بيتزا 20 يعني من كل حبة وضعتهم في البلاستيكة واحدة وبالنسبة الخبس صندويش فكل عشرة وضعتهم في البلاستيك كذلك ليكورني كل عشرة ديال ليكورني كان نوضعهم كذلك في البلاستيك ونحتفظ بهم في المجمد ركي يبقوا من المدة ديالشهر حتى الوقيت اللي تبغيوهم ان شاء الله وتعمروهم فأنا قد نحاول ان شاء الله نشارك معكم الحشوات اللي قد ندير في هذه الفطائرة والمخبوزات وتشوفهم معي ان شاء الله في فيديو قادم